وفي لقاء خاص مع تلفزيون المصرية أكد عدد من نواب مجلس الشيوخ أن الدولة تولي أهمية كبيرة لدوي الهمم وأكد عدد من النواب أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم خطة طموحة وواعدة الحقيقة أن مشروع زوي العقة اللي بنقشه اليوم في مجلس الشيوخ مهم للغاية من حيث سوئيته لأنه هو بيجاء مع إطلاق الجمهورية الجديدة اللي بتسعى إلى دمج كافة فئات المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 20-30 هذه الفئة كبيرة جدا من حيث التعداد بتصل للملايين ومطلوب أنها يتم إعاناتها لتحقيق أهدافها ودمجها وتحقيق التنمية الاجتماعية داخل المجتمع الخطة طبعا عرضت مجملة تحديات البتواجد الدولة المصرية رؤية الفترة اللي جاية في عملية التنمية اللي بتستمد من خط تنمية المستدامة 20-30 ده أمر مهم جدا إزاي وزارة تخطيط حطت دي في مستهدفاتها تنمية المورد البشري ده كان أمر مهم جدا وكان من أبرز الأمور اللي تنقشت فيها الخطة تحديات الاقتصادية والتنمية وتعزيز القوة الشرائية للجنيه المصري ده أمر مهم جدا في مواجهة الأزمات العالمية النهاردة في مواجهة الدولار عندنا مشاريع اقتصادية لفترة اللي جاية مشروع حياة كريمة ده برضو من ضمن المشروعات اللي ألقت الخطة الضوء عليها كان أمر مهم جدا احنا شايفين خطة تموحة خطة تدعو للتفاؤل خطة برضو مرينة لأن احنا كلنا ممكن ده برضو كان محل حديث لكثير من النواب النهاردة أن الحداث اللي جارية والتحديات اللي بتواجه الدولة المصرية والتحديات العالمية وخاصة التحديات الاقتصادية جعلت من أي دولة في العالم أو من أي كيان لا يستطيع أن يضع تنبؤاته بغدا ترجمة نانسي قنقر